السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي هذا الفيديو سوف نرى مميزات وعيوب جهاز الميتينتي برو طبعا بعد استخدام لأكثر من 6 أشهر استطعت أن أكون فكرة عن هذا الهاتف والآن سوف أشارك معكم كل الأشياء التي أعجبت في الجهاز وكل الأشياء التي لم تعجبني أو أعقد جلبتي أثناء استخدامي لهذا الهاتف فطبعا إذا كنت مهتم أن تشيري هذا الجهاز فمهم جدا أن تكمل الفيديو إلى آخره طبعا سوف أقول لكم كل الأشياء وكل المميزات وكذلك العيوب وطبعا في آخر الفيديو سوف أقول لكم هل فعلا لدى الجهاز مازال ينافس أم هناك بداء الأفضل بالنسبة لدى الفيديو السعرية وفي أي وقت يمكنك شراء هذا الجهاز فطبعا أهم شيئا أن تكمل الفيديو لآخره وطبعا نساء الضغط على زر اللايك إدام الفيديو اشترك إذا كنت مشترك وقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار لأكل الفيديوهات القادمة أول بأول وطبعا اقتربنا من 50 ألف مشترك ودوئي أكلام كثير هاي بنا نبدأ ونبدأ أول شيء بالعيوب طبعا لأننا كلنا نعني لعلم المميزات الموجود بهذا الجهاز وطبعا لكي لا أطلع لك الفيديو سوف أذكر أول شيء العيوب حتى إذا كنت تريد الخروج من الفيديو أن تقوم بالاستفادة وأن ترى العيوب الموجود في هذا الجهاز والتي وجهتني شخصيا هو العيب موجود في أطسمايم هو بروز الكاميرات كما تشاهدوا لدينا المستطيل الخاص بالكاميرات صراحة بارز جدا عن الدار خصوصا إذا كنت سوف تستخدم الجهاز بدون كافر فهذا سوف تجربة استخدامك مثلا عندما تضع الهاتف على أي سطح مستوي كما تشاهدون سوف يتأرجح معك بهذا الشكل وصراحة هذا مزعج أثناء الاستخدام أما إذا كنت سوف تستخدم الكوفر طبعا هذه لن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لك أما بالنسبة لي العيب الثاني وهو طبعا عيب واضح جدا وهو أن الجهاز لا يحمل منفذ السماعات 3.5 ملم لكن الجهاز يأتي مع محول فيها العلبة من USB Type-C إلى منفذ السماعات لكن طبعا نتسمكن من شعن الجهاز وكذلك الاستماع في نفس الوقت وطبعا هذه العيوب التي وجدتها في الصميم الخاص بالجهاز ننتقل الآن إلى الثاني عيب موجود بهذا الجهاز وهو موجود في نقطة الشاشة حيث هنا الشاشة هنا تأتي من نوع IPS SSD وطبعا هذا أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لفئة سعر هذا الجهاز حيث هنا نتكلم عن سعر 500 دولار وطبعا هنا يجب أن نجد شاشة AMOLED حيث أننا أصبحنا أصلا نراواتف تقريبا بـ 400 دولار مثل POCO F3 الذي يأتي أيضا من نفس الشركة ويأتي مع شاشة AMOLED وكذلك بحواف أصغر وكذلك يعني بمعدة 3220Hz رغم أن هذه الشاشة تأتي بمعض المميزات التي لا توجد في أي جهاز تقريبا بالنسبة للسعر لكن طبعا نقطة IPS هنا فعلا عيب كبير جدا وممكن العديد من الناس الذين يتقبل هذا الشيء خصوصا إذا كنت تستخدم سابق قناتي في أتي بشاشة AMOLED وجئت إلى هذا الجهاز الذي يأتي بشاشة IPS فطبعا سوف تلاحظ فرق في الألوان وكذلك سويا الرؤية أما بالنسبة للتالي سعيب وجدته في هذا الجهاز ويكمل في نقطة الأداء رغم أن ألاتف يحمل معالج Snapdragon 865 طبعا كان أقوى معالج في سنة 2020 لكن مع الواجهة الخاصة بشركة شومي صراحة لن يعطيك أفضل أداء في التنقل بين أطبيقات أما بالنسبة لها الألعاب فطبعا سوف نتحدث عن هذا الشيء في النقطة الخاصة بيئة المميزات طبعا فتنقل بين التطبيقات موقع السوشال ميديا فيسبوك انستغرام يوتيوب كل هذه الأشياء توجد تواجه صراحة مشاكل في هذه الواجهة وتوجد فيها العديد من الكلتشات يعني تقريبا قبل ثلاث أيام كنت أستخدمي الجهاز بشكل عادي كنت بالخروج من الواتساب يعني عندما أريد أن أقوم باستخدام الجهاز مرة أخرى لا توجد أي استجابة من الشاشة اضطررت إلى إعادة تشغيل الجهاز لكي تشغل مرة أخرى بشكل عادي أيضا في الأحيان عندما أدخل مثلا إلى تطبيق مثل انستغرام أقوم بالتصفح قليلا في التطبيق ويقوم بإخراجي أو تقوم الواجهة بإخراجي بشكل يعني اضطراري لا أعلم لماذا هذه الأشياء موجودة بهذه الواجهة لكن فعلا شركة شامي يعني تحتاج إلى الشغل على هذه الواجهة لكي تعطيك أداء أفضل من الذي عليه الآن لا أعلم إذا كان سوف يأتي التحديث لكي يصلح هذا الأمر لكن حد وقت تجي إلى هذا الفيديو هذه الأشياء ما زالت موجودة على هذا الجهاز فيجب عليك أن تتعرف هذه الأشياء قبل أن تشتري الهاتف انتقل الآن إلى الرابع يعني عايب موجود بهذا الهاتف وهو يكمل في نقطة ارتفاع درجة الحرارة خصوصا عندما أقوم بتصوير فيديوهات بهذا الجهاز حيث أنني أغلب الفيديوهات التي أقوم بيرفعها لكم أقوم بتصويرها بهذا الهاتف فطبعا عندما أقوم بتصوير يعني فقط بدقة الفل اش دي ليس فور كي وإي شيء عندما أقوم بتصوير لمدة أربع إلى خمس دقائق ولاحظ أن درجة الحرارة الخاصة بالجهاز جيدة جدا مرتفعة عندما أقوم بمسك الجهاز لا أعلم إذا كان التحديث الأخير هو الذي يسبب هذه المشكلة طبعا هذا الأمر يحصل معي فقط في الفترة الأخيرة فهذا المشكلة فعلا موجود ورأيتم مع العديد من المستخدمين الخاصين بهذا الجهاز فطبعا هذا المشكلة وموجود بهذا الجهاز وطبعا يجب أن تعلمه قبل شراء الهاتف انتهينا الآن ملأ العيوب ندم مباشرة مع المميزات وأول ميزة طبعا أول ما سوف تبسك الجهاز ويبقى تأكيد طبعا أطميم وكذلك جودة تصنع ولذا يكون هنا ضار من الزجاج وكذلك محمي بذفعة حمية من نوع غريلا غلاس 5 وكذلك هنا الإطار يأتي من المعدن وسوف يعطيك مسكة بريمي من الجهاز وكذلك الزجاج يأتي هنا منحني من الأطراف لكي يسهل عليك مسكة الجهاز أيضا لمنس ألف البصمة هنا توجد بزرعة تشغيل أو زر الباور وتشتغل بشكل ممتاز ولن تجد مع أي مشاكل ننتقل إلى الميزة الثانية الموجودة بالهاتف ويبقى تأكيد تكمل في الشاشة وهي معدل التحديث والذي يصل إلى غاية 144 هيرت يمكنك التنقل ما بين 144 أو 90 أو 60 هيرت إذا كنت تريد التوفير في البطارية وطبعا الجهاز سوف يعطيك ثلاثة خرفة جدا أثناء التنقل بين التطبيقات أو في التقليب عموما في الجهاز وهذا الهاتف سوف يكون من أرخص الهاتف الذي سوف يعطيك 144 هيرت وهذا أمر ممتاز وطبعا ميزة تحسب لهذا الهاتف طبعا الميزة الثانية وهي تكبل في نقطة الأداء والمعالج حيث لديك هنا معالج قوي من كوالكوم وهو الصناب دراجون 865 كما قلنا معالج قوي جدا وكان الفلاكشب الخاص بسنة 2020 ويتي بديقة صناعة 7 نومتر و 3 دود حتى 2.8 جيجا هيرت أما بالنسبة لي المساعة تخزين فلديك هنا الجهاز يأتي مع 8 جيجا بايت ومساعة داخلية 256 والذاكرة هنا من نوع UFS 3.1 لكن للأسف الذاكرة لا تدعم يعني منفذ ذاكرة خارجية لكن أرى الـ 265 جيجا بايت كافية جدا أما بالنسبة لي الأداء في الألعاب فكان جدا جدا ممتاز خصوصا في لعبات بوب جي سوف يعطيك سمود وكذلك 90 إطار فئة ثانية وهذا أمر جدا جدا خرافي أنا يعطيك 90 إطار فئة ثانية فهذا أمر يعني ممتاز إذن يمكنك تعليق الغرافيق إلى غاية Ultra HD وصفو يعطيك ألترا فراميات أما يعادل 40 إطار فئة ثانية وهذا أمر طبعا خرافي جدا بنسبة لأداء الفئة السارية أي أن الجهاز هنا صفو يعطيك أداء فلاكشوب كما تشاهدون هنا باستخدام برنامج الجيم تاربه سوف يبايل لنا عدد الإطارات وكما تشاهدون سوف يعطيك 90 إطار فئة ثانية وصراحة من خلال تجربتي للجهاز فسوف يعطيك فعلا أداء قوي ممتاز سواء في لعبات بوب جي أو كولوف ديوتي أو غيرها من العلاب فطبعا سوف يعطيك أداء قوي وممتاز جدا بنسبة لأداء الفئة السارية ننتقل الآن إلى الميزة التالية مع نوية بكل تأكيد البطارية حيث أن لديك هنا بطارية بسعة 5000 ميلا أمبير طبعا البطارية ضخمة سوف تعطيك أداء ممتاز لكن إذا كانت استخدامك للألعاب فبكل تأكيد سوف تحتاج إلى شحن الجهاز الخاص بك في وسط اليوم طبعا إذا كانت استخدامك للألعاب وهذا أمر معروف أن الألعاب تستلك مورد الجهاز بشكل كبير لكن حتى إذا حتاجت لشحن هذا الجهاز فلديك شاحن 33 واط سوف يشحلك تقريبا في الساعة وربع الساعة ونصف على الأكثر ولديك طبعا الشحن 33 واط موجود بداخل العلبة نتقل الآن إلى الكاميرات هنا طبعا كما قلنا الجهاز يحمل هنا ثلاثة كاميرات منها الخلف الأساسية مع حساس 108 ميجا بيكسل مع وفد عسل 1.7 إلى ذلك الـ OIS موجود فيها الكاميرا الأساسية وهو المثبت البصري الكاميرا الثالية هي 13 ميجا بيكسل مع وفد عسل 2.4 وهي زوية ريضة والكاميرا الأخيرة 5 ميجا بيكسل وهي لعا الماكرو لديك تصور فيديو سواء HD فل HD وحتى 4K إلى غاية 60 إطار فئة ثانية ولديك أيضا فيديو 8K 30 إطار فئة ثانية وهذا أمر خرافي كما تشاهدون هذه بعد نمادي الصور التي قمت بالتقاطها بكاميرات الجهاز فعلا الكاميرا هنا مميزة جدا بالنسبة لديها الفئة السعرية خصوصا فيها الإضاءة المرتفعة سوف تعطيك تفاصيل وكذلك ألوان ممتاز جدا وكذلك الـ Dynamic Range مميز أيضا سوف تعطيك يعني صراحة يعني كاميرا ممتاز جدا بالنسبة لها السعر أما بالنسبة لها الكاميرا الألترا وايد سوف تعطيك بكل تأكيد تفاصيل أقل لكنها طبعا ليست أفضل شيء لديك أيضا 2X Zoom أيضا لن تفقد الكثير من التفاصيل بمعنى الكاميرا 180 ميجا بيكسل فما زلت سوف تحتفظ بالعديد والكثير من التفاصيل فعموما الكاميرات بهذا الجهاز صراحة أجبتنيه بشكل كبير أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بضيقة 20 ميجا بيكسل وفتاعة 2.2 وصراحة من خلال تجربتي لهذه الكاميرا يعني كاميرا عادي جدا ليست أفضل شيء بنسبة لهذا السعر وطبعا كما قلنا السعر الخاص بهذا الجهاز يتراوح من بين 470 إلى 520 دولار طبعا على حسب البلد يتم تغيير السعر أما بالنسبة لي رأيي بهذا الجهاز فالصراحة ما زال التي في قدم قيمة عالية جدا مقابل السعر لكن إذا كنت يعني مكانك وأريد شيء يعني جهاز بنسبة لهذه الفئة السعرية فسوف هذا بصراحة مع البوكو F3 سوف أعطيك تقريبا نفس مواصفة بهذا الجهاز فقط سوف تضحي مع جودة الكاميرا حتى أن الكاميرات في المي تنتي برو سوف تكون بيكون تأقيد أفضل من البوكو F3 مع ذلك فتقريبا كل الأشياء يعني أفضل حتى في البوكو F3 مثلا الشاشة فطبعا سوف تأخذ شاشة أموريد وكذلك 120 هرد فقط نقطة الكاميرات هي التي سوف تضحي بها فإذا كنت موتم بشكل كبير بها الكاميرات فطبعا سوف تدام مع المي تنتي برو أما بنسبة إذا كنت لست موتم بشكل كبير بالكاميرات فسوف تدام مع البوكو F3 سوف يكون خيار ممتاز جدا بنسبة لأسعار فعموما هذا كل ما كان في هذا الفيديو قولي لي كل أردكم ومفكركم في التعليقات وطبعا لنساء الضغط على زر اللايك الشركة إذا لم تكن مشاركة قم بتفعيل خاصية أجرس وأراكم في فيديو القادم السلام اشتركوا في القناة